أنتم كجمعية ميدانية هل تتوصلون بأموال من خارج البلاد؟ نعم نحن كيئة مدانية تعرضنا إلى مجموعة من الانتقادات نتيجة طريقة الاشتغال التي هي كما أشرت مهنية إلى درجة يسعب فهمها من طرف الفاعلين على مستوى هذه المناطق أنا أعطيكم مثال، نحن نحضره هنا على جمع التبرعات من خلال المواقع الإلكترونية أو المواقع التواصل الإجتماعية نحن كهيئة مدانية حالة لفتاة مؤخرا ليست تزعم بقديمة أنه كان عنده واحد الإشكال الصحي فإذا به تبنينا هذه الحالة وكان واحد نظام لأنه بالنسبة للدول المتقدمة مثلا فرنسا كان واحد منصة إلكترونية يعني الدول المتقدمة قامت بخوصصة هذا المجال لشركات متخصصة وهي تراقبها عن طريق جمع تبرعات بطاقة الاعتمال وهنا كيكون جزء الأمور كيكون من ناحية الأمن وفي نفس الوقت من ناحية تتبع ذلك المبلغ في نمشا وهنا بالنسبة لكي تخليه يستفدو جميع المنظمات في العالم اللي من ضمنه إحنا كهيئة مدنية استفدنا من هذه الخدمة هذه ووفرنا واحد المبلغ باش قمنا بالعملية الجراحية لفتاة ولكن الإشكال في نكاين أنه كما قلت الفهم لا زال قليل وتعرضنا لانتقادات ولكن من ناحية القانونية صحيح مئة بالمئة لأنه هذه الشركة أصلا تفترض عليك أن تكون شريك لهيئة مدنية يتعاملون مع الهيئة المدنية ويفرضون عليك أن تكون شريك لهيئة مدنية في فرنسا وتربطك بها اتفاقية وبالتالي حتى التمويل حتى تحويل ذلك المبلغ يأتي بناء على تقديم الملف القانوني الفاتورة للأداء نتمنى أن تكون لدينا منصات إلكترونية لأن احتلجنا القانون الإحسان العمومي القديم يقول لك بأنه يحق لإدارة الجامريك استخلاص 15% من الأرباح من ذلك الشركة لجمعات الجمعية فلماذا يدار الشركات متخصصة والدولة ترقبها ويكون نظام علوماتي مضبوط